مرحبا بكم مجددا مشاهدين في قهوة جرنان سنتكلم اليوم عن التهيئة العمرانية وتهيئة الإقليم في الجزائر والتي كانت في بداية الأمر وقبل أن يتبلور مفهوم التهيئة العمرانية على ما هو عليه كان مفهوم التهيئة يدخل في إطار المخططات الاقتصادية والبرامج الكبرى للاقتصاد المركزي الموجه المخطط الثلاثي والمخطط الرباعي والمشاريع الكبرى مثل السد الأخضر لمقاومة التصحر ومشروع بناء ألف قرية فلاحية بعدها جاءت وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المستحدثة في سنة 1979 وتقسمت نفس أهداف المثاق الوطني للتنمية وبعدها جاء المخطط الخماسي ثم تقسيم إداري جديد سنة 84 وفي سنة 87 جاء القانون الخاص بالتهيئة والتعمير معناه إلى حد ما التهيئة العمرانية في الجزائر كانت دائما تابعة أو تدخل دائما في إطار المخطط الاقتصادي العام معناه في إطار مركزي وشمولي ومعناه أيضا أن التهيئة العمرانية كانت تحاول أن تهيئ بيئة ملائمة للمخططات الوطنية دون أن يتم هيكلتها هي أساسا في الجزائر 2015 عدد السكان الآن 40 مليون نمو ديمغرافي كبير تطور عمراني سريع يتمثل في اتساع المساحات العمرانية بصفة كبيرة وما يقابله من مظاهر في كل المجالات من الجانب الاقتصادي إلى الاجتماعي ومن النقل إلى الخدمات إلى العمل إلى حركة العمران وحركة التنقل ويستطيع أي واحد من اليوم أن يلمس غياب ربما مخطط واضح للتهيئة العمرانية والتهيئة الإقليم في الجزائر في أبسط مظاهر الحياة في النقل وفي النسيج العمراني دون الحديث عن الرهانات الكبيرة يعني البيئية والاقتصادية أمام هذا المعطى ستكون هناك جلسات وطنية كبرى لتهيئة الإقليم تشرف عليها الوزارة عنوانها الحركة الإقليمية بديل من أجل التنمية اقتصادية مستدامة ومن أهدافها بحث اقتصاد وطني متنوع إنتاج الثروة السؤال اليوم من أين نبدأ حتى نصل إلى هذه الأهداف هل نبدأ بالبنى التحتية في التهيئة العمرانية بتهيئة المدينة وتهيئة البلدية وتهيئة النسيج العمراني والنقل وهل يمكن فعلا تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الكبيرة في غياب البنى التحتية هل يمكن الحديث عن خلق الثروة مع فوضى في النقل وفوضى في الأسواق وفوضى في التجارة ألا يأتي التنظيم البشري والحضري في الدرجة الأولى تهيئة العمرانية رهان التنمية في غياب البناء التحتية وضيفي اليوم السيد بن صديق عليه ومدير الدراسات في الوكالة الوطنية لتهيئة العمرانية وجاذبية الأقليم سيد بن صديق عليه مرحبا بك معنا وشكرا لقبولك داوت قاول شكرا على الاستدفاء شكرا سيد بن صديق نبدأ بداية بتهيئة العمرانية المواطن والمشاهد يسمع فينا تهيئة العمرانية تقريبا مفهومة يتغير من بلد إلى آخر تهيئة العمرانية في السويد أو في الدانمارك ليست هي تهيئة العمرانية في فرنسا أو في إيطاليا وليست هي تهيئة العمرانية في الجزائر لو نعرف الآن رهانات الجزائر في مجال تهيئة العمرانية على ماذا تراهنون سيد بن صديق في مجال تهيئة العمرانية أولا تهيئة العمرانية لها ثلاث أبعاد أساسية الأول هو بعد بيئي البعد الثاني هو بعد اقتصادي والبعد الثالث هو بعد اجتماعي وكذلك بعد توازني في المرحلة الحالية الرهان الكبير لاتهيات الإقليم في جزائر هو رهان اقتصادي محت وذلك لثلاث أسباب أساسية السبب الأول هو تدهور أسعار البترول والوضعية الاقتصادية هذا السبب الأول السبب الثاني أن بلد بشاسعة اليزائر بإمكانيات الجزائر لديون رهانات كبرى لازم يربحها على مستوى داخلي على مستوى الجهوي وكذلك على المستوى العالمي لازم نفهم هذا الشيء وكذلك لا ننسوش في الجزائر كائن استراتيجية وطنية لتعيير الإقليم المصادقة عليها في 2010 2010 يعني عندنا رؤية ولكن الظروف الحالية تطلب لأن هذه الرؤية لازم تراجع حسب الحكمية خاصة الاقتصادية حسب الحكمية الاقتصادية سيد بن صديق هذا أمر مهم جدا تقول لي أن الظروف الاقتصادية الآن هي مثلا يتحدد في الرهانات لكن السؤال وانا قلت في المقدمة سيد بن صديق لما شوفوا التاهيئة العمرانية وما مرت به قلت من المخطط الثلاثي 67-69 إلى غاية ربما 79 استحدثنا وزارة التاهيئة العمرانية كانت ربما مسؤولة أنها تمشي في المخططات وتحضر البيئة الملأمة لكن السؤال اليوم سيد بن صديق وانتوما رأيكم رفعين رهانات كبيرة خلق الثروة وهو يعني الجانب الاقتصادي ما هو الشيء سهل اليوم التاهيئة العمرانية كوزارة كمديريات كهذه الوكالة الوطنية اليوم رأي مهيئة سيد بن صديق هذا هو السؤال مع أنتها رأيكم مهيئين رأيكم موجدين رأيكم منظمين نفسكم حتى تقدروا ترفعوا رهانات مثل هذه بصراحة أنا نقول رهانات لازم ترفع حتميا ما حتم علينا لكي نرفعوا رهانات ناخذ مثل الوكالة الوطنية لتاهيئة الإقليم لانت مدير دراسة هي موجودة من سنة 1980 وهي عندها تلت مهام أساسية هي أولا تقوم بالدراسات فيما يخص تهيئة الإقليم وكذلك تساعد في تكوين سياسة الإقليمية أولا تانيا عندها هدف تاني وهي تكون يعني قائدة بيانات باش نجم نقيمه السياسات القطاعية وسياسة الإقليم لما عندناش يعني يعني ما يمكنش يكون كاين تقيم وتالتا سمح لي تفضل تفضل وتالتا عندها بعد أنها تكوين تكوين في مجال تهيئة الإقليم في البلديات ورأس البلدي باش نستوعبه لكذا كان إشكال استيعاب تهيئة الإقليم في الجزائر طيب والسؤال سيد بن صديق مقطع الشهر يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم إذا كانت عندك عزيمة كبيرة لازم أنت تكون أيضا سؤال أنه أنا الآن أمامي الجلسة الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم الحركية الإقليمية باديل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة اللي رح تكون في قصر الأمم من 14 ل 15 ديسوم سيد بن صديق هذا الأهداف كبيرة ومهمة جدا إذا وصلنا الحقوة يعني شيء كبير سؤال سيد بن صديق اليوم لما أي مواطن يشوف يتكلمونه على التهيئة العمرانية يروح مواطن يفكر لأن التهيئة العمرانية تبدأ من مسكنك وتروح للبلدية ونبعته لأقاليم بعدها مش ممكن أنه مواطن في الجزائر مثلا تتكلم له على البيئة بين قوسين وتقول له مثلا أكسيد الكربون وأشياء مثل هذه اللي يتكلموا فيها الجميع ومازال قدامه حشاك النفايات معنا نروحوا درجة درجة سيد بن صديق اليوم التهيئة العمرانية الريهان هذا اللي رأي رفعاته تقدر له بصراحة لأنه نحن رأينا نشوف في أفكار مهمة جدا لكن لو المواطن يقول لك مثلا يقول لك ما قدرتوش تنظمونا النقل ما قدرتوش تنظمونا النسيج العمراني في الجزائر رايحين تنظمونا أشياء كبيرة جدا وتخلقونا الثروة الأشياء اللي رأي مكتوبة الآن هذا هو اللي لازم نوضحه أمر تفضل هذا ريهان مش غير وزارة تهيئة الإقليم هذا ريهان وطني فيما يخص يعني خلق اقتصاد بديل ريهان وطني يعني لازم قاعد نساجمو إذا كان اليوم راح ننضبو الجلسات الكبرى لماذا؟ الهدف هو هو نبلور رؤية جديدة تهيئة الإقليم والتطوير وتنمية الأقديم بمشاركة دقيقة الفاعلين وخاصة الفاعلين المحليين ماذا كلهم الفاعلين؟ كأن الدولة كأن الجماعات المحلية كأن الجماعات المحلية وكأن الاسوبيراتر إيكونوميك وكأن الاسوبيراتر سيفيل هذا وقاع ما معنى؟ الهدف هو يكون كأن مشروع تنمية تنمية وطني ولكن يكون المشروع مقبول طيب الفكرة جيدة وعلى جميع فكرة جيدة فكرة جيدة وزر بن صديق لكن هناك أيضا من يسأل أنا أسألك ربما كل ما يستطيع أن يفكر فيه المشاهد والمشاهد هناك من يقول لك نعطيك مثلا أهداف هذه أهداف الجلسات بحث اقتصاد وطني متنوع مبني على الاستثمار المنتج للثروة خارج إطار عائدات المحلوقات شيء جميل جدا البحث عن آليات لتحويل القطاعات من قطاعات مستهلكة للميزانية إلى قطاعات منتجة للثروة دفع وتعزيز مختلف طرق التمويل وخلي الأمور لي جاي سيد بن صديق مثلا في التهيئة العمرانية مش ممكن أنك أنت ما زال ما نظمت النقل وما زال ما نظمت الأسواق وما زال ما نظمت التجارة وما زال ما نظمت المحيط الإقليمي معدها التل والصحراء وما يصيراش تداخل معدها من المفروض كنا ننتظر أنه تبدأوا تدريجيا لأنه التهيئة العمرانية في الجزائر فيها مجالات في المجال الوربانيزم ما عندها مشات لكن في أمور أخرى ما مشات كنا ننتظر أنه تبدأوا بأهداف أقل بديتوا بأهداف مباشرة كبيرة مع أنت رفحتوش تحدي لما رفحتو تحدي رفحتو تحدي ضخم سيد بن صديق تفضل اسمح لي باش ننفذو التحديات المحلية لازم تكون كنا رؤية وطنية وهذا الرؤية مزلسدة الرؤية الآن موجودة 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 هذه أولا كان رؤية خلاص موجودة الرؤية في الوزارة كان وزارة اللي تفعل 21 قطع هذا شيء هام جدا يعني تخلق التجانوس بالقطاعات ولاش تخلق التجانوس تخلق التجانوس بس تكون عندهم فعالية يعني فعالية ميدانية الشيء التالي هنا تطرحت لي سؤال ولازم هنا في المصطلحة نفرق شوية نفرق بين التهيئة الأمرانية اللي هي نظرة استشرافية وليومية الكوتيديا اليومية نتاجها صح فيه إنجازات ضخمة فيما يخص النقل فيما يخص السكن فيما يخص الموضو صدي لا تحسب للتهيئة الأمرانية لا تحسب لجميع القطاعات لا اسمح لي السيد اسمح لي السيد بن صديق قبل التسجيل قطلي لترامواي قطلي هذا يحسبون وزارة النقل نعم قطلي البناء يحسبون وزارة السكن لكن لما نشوف بناء موش مكمل ولما نشوف مثلا ترامواي داخل فطريق هذا اللي تحسب على وزارة تهيئة الأمرانية ما تقول ليش أنه فيه تراموي تراموي حقات وزارة النقل وليش حقات وزارة تهيئة العمرانية والنجم نقول لك احتفظ الباب هذا ما يحسبش على وزارة تهيئة العمرانية كيكون مثلا بناية غير كاملة لا داعي للذكر منه هو المشؤول ولكن لا تحسب إطلاقا على الوزارة هي الشيء اللي نجم نعرف هي كين مسائل فيما يخص الاختلالات الكبرى اللي لازم عندها الحل غير في التهيئة العمرانية مثلا عندنا اكتظات في الشمال هذا ما عندوش حل إلا ما كاش يكون توازن السكان وتوازن يكونوا متوازنين على مستوى الوطن هذا يعني نقسم الضغط هنا هذا اقتراح هذا من اقتراح انتع تهيئة الإقليم c'est une orientation de l'aménagement تهيئة العمرانية سنو يعني خاصة بين احنا تهيئة العمرانية في السويد مثلا اذا قلنا انه هدفهم انه ميكونش غاز الاكسيد الكربون في الجو في الجزائر ما شاو هذا هو هدفنا الآن سيد بن صديق اسمح لي لما تشوف بنايات اجور مثلا انتو ماراكم تهيئة العمرانية قلتوا اهداف مهمة لكن ربما يتساءل اي واحد لما نشوف بنايات اجور لما نشوف ما كاش اسواق جوارية وهذه ما تقول ليش ما يشتهي عمرانية ايضا في مخطط تهيئة عمرانية كبير على الاقل تهيئة اقليمية لما نشوف مثل هذا الامور اللي ما قدرتش الوزارة توفق فيها ولا تتجسدها كيفاش ممكن نجسد اشياء كبيرة اقصد ما عدناش البنية التحتية ذو سؤال حلقة هذا انا رقاسي شوية رقاسي جدا قاسي جدا قاسي جدا كتقول ما كاش البنية التحتية من 1999 الى اليوم الى اليوم أنا نتكلم عن البنية التحتية في مجال التهيئة العمرانية صدق باش نكون واضح ما هي البنية التحتية تحت تهيئة العمرانية أنا نقول لك كسين يعني طرق تدخلوا في تهيئة العمرانية اختار لاش هم اللي يخلقوا التجانس وتعربوا بين بين الفضاءات السكات الحديدية الشغل هذي وقاع يعني يدخلوا في المجال التهيئة هنا نظرة سنخرجوا من النظرة القطاعية ولي هادي لهذا ددنا الجلسات نتعى التهيئة الاقليم الكبرى باش النظرة القطاعية تنف نقول جو منها ندروا نظرة نظرة شمولية شمولية لأن التنمية والتهيئة عندها نظرة شمولية ما تكون شكاينة نظرة قطاعية النظرة القطاعية قاسيرة نظرة مهمة سيد بن صديق وشكاين أفكار مهمة جدا نخط لك الأفكار نتائج المنتظر الحصول على أرضية أولية لتحيين وتقييم المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تعزيز توجهات استراتيجية للمخطط وطني لتهيئة الاقليم أقصد اليوم أشكر أنا قادرين بصراحة لأنه أنه نرفع تحدي فقط صيد بن صديق ما هو شدو نرفع تحدي مقبل الفكرة مقبل التجسير تحدي اللي بغي نرفعه في هذه الجلسات ما هو أنه كان خمس قطاعات يسمون قطاعات القاطرة القاطرة هذ القطاعات لدينا قاعد إمكانية فلاحة الفلاحة الفلاحة الصناعة الصناعة السياحة السياحة الخدمات الخدمات وإقتصاد المعارفة طيب تقدروا تلونسيو خمس قطاعات لماذا لم تركزتوش على قطاع وثنين سيد بن صديق تركز على قطاع واحد لا خمس قطاعات خمس قطاعات لأن الإقتصاد الجزائر ضرورة حتمية باش يكون متنوع لديفيرشفيكاشو ايكونوميك ايتون الالترنتيف يعني ضرورية حتمية اليوم لهذا النوع والنوع لما باش نخلقه نفس فرص التنمية على نفس الفضاءات على نفس الفضاءات أستاذ بن صديق نأخذ فاصل فقط ثم نعود مشاهدينا ابقوا معنا نعود بعد هذا الفضاء عودة مجددا مشاهدينا من التحق بنا اللحظة نذكر دائما أنه اليوم نناقش موضوع التهيئة العمرانية ورهان التنمية في غياب البنى التحتية على ضوء الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم التي ستقام بقصر الأمم وظيفة سيد علي بن صديق مدير الدراسات في الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم سيد بن صديق لو نقول لك كونك خاتمو مغلو نتكلم من الجانب الملموس هذه الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم وش رح تبدلنا جانب الملموس من جانب الملموس تبدلنا شيئين جديد أولا نعود تكون عندنا رؤية مجددة حسب الظروف الحالية وحسب الرهانات هذه من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية تانية لازم نخرجوا بالميكانيزمات باش نفعلوا الاستثمار باش ننميوا الفضاءات يعني اقتراحات من الموسة طيب شكون رح يكون حاضر صديق وزارات رح يكونوا حاضرين قاعد وزارات حاضرين قاعد وزارات قاعد قطاعات يكونوا حاضرين وكاين سبعا نتع الورشات وكل ورشة عندها يعني تخدم على التنمية الزراعية والفلاحية تخدم على التنمية البنية التحتية ويكون فيه حوار يعني باش نعود ونديروا نوت فيزيون وتانيا باش ولكن هاد الافيزيون تكون تكون فاقدة المصدقية لو كما تكون عندها آليات نتع التسجيد والتنفيذ في الميدان ما هي هاد الاليات مثلا وش هتديروا سيد بن صديق رح تقولوا مثلا الوزارات تعاملوا بناتكم رح تديروا كاي تشارج جديد في هذا المجال مثلا نخرجوا أولا يعني بديزوريونتاسيو 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 هادوك يعني هادوك توصيات نبروروهم على مستوى النظرة موجددة وثانيا هادوك التوصيات لازم يخرجوا باقتراحات من موسى فيما يخص التنمية تريف فيما يخص الاستثمار لازم نروحوا في هذا السياق يعني كين زوجته كين نظرة وكين أدوات بصلا الأهداف لما نقرأ هنا الأهداف سيد بن صديق كل أهداف فوقية مذكرتوش البلدية جوز مهي مذكرتوش البلدية سيد بن صديق في الحكامة في الحكامة والتنمية المحلية البلدية عندها دور محواري في التنمية المحلية والحكامة أضيف إلى هذا ما تكونش كينة التنمية الخالية الأساسية تحت التنمية هي البلدية وطيب والسؤال هل رؤساء البلدية اليوم تظهر لما ترفع هدف مثل هذا نعم تخيل أنه هدف كبير مثل هذا لكن رؤساء البلدية ربما يكونوا الحلقة الفارغة تقريبا نطحكم مثال فقط أنه هما ما يمشوا لكم شهد المخطط لأنه ما مش مكونين مثلا ولا ما يعرفوش يجلبوا الاستثمار ولا البيئة ما هيش محضرة ما عدت عليش هده الأهداف فوقية سيد مشي فوقية دائما تركزوا عملكم على الوزارات الوزارات حابين نشوفوا أشياء تجي من القاعدة سيد أنا أعطيك مثل بلي أشياء تجي من القاعدة ها في الكود نتعلكوا من بيع عبارة صحيحة يحد على التهيات الإقليم أولا يعني باللي ضروري التهيات الإقليم يعني هنا البلدية مراش مراش يعني مرفوضة ولا يعني باعي كارتي كان ينقود ولكن تهيات الإقليم لم يمشاتش في البلدية هشكونا حيقولنا بلي هذا ما شح يصرالوا نفس الشي يبقى قانون فقط يبقى كلام يبقى تنظير لأنه اليوم لازم نلقاو الميكانيزمات سيد بن صديق نقاو كيفاش نردوها أشياء ملموسة فعل فعل الميكانيزمات راني قد لك نعود الميكانيزمات هي آلية تنفيذ مثلا مثلا عندنا الفضاء البرمجة الإختصالية NPT اللي في عدة ولايات وهذا الفضاء هو الفضاء الحسن باش يكون كائن يعني تنمية مستذامة و هذا الفضاء لازم نعطيه 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 قوة نعطيه قوة إدارية باش يكون يلعب الضور الضور انتع التنمية ويلعب الضور انتع على بلانيفيكاسيون انتع على كوريران صوصي هذا هذا إشكال يطرح مثلا تانيا للتنمية نعطيه أدوات اخرين يعني نعطيه مثلا تحفيزات اللي لازم تكون على المستوى الوطني وليما لا وليما لا نشجع باش تكون تحفيزات محلية مثال تحفيزات محلية عطينا مثال مثلا لجلب الاستثمار لجلب الاستثمار نبقى ونخمه ندرك باش يكون على مستوى بلدية وعلى مستوى مجموعة تعلب البلديات يكونوا كين امتيازات خاصة بعد بلدية مثلا في الاماكين اللي عندهم ضعف في التنمية عندهم ضعف لجلب الاستثمار يعني كين النظرة الوطنية ولازم نشيو النظرة محلية اللي هي خطر الواقع في المحلي تم ميت جسد ولا ميت جسد استراتيجية انت تهيئة الاخليم طيب سيد قولي سيد بن صديق لما قلت لك انه ما فيش بنى تحتية قلت لانت قاسي قاسي جدا قاسي جدا طيب بنى تحتية في المجال التهيئة العمرانية ما ويش في مجال لانك تصير انه تقولي الطريق ان الطريق ربما ننسبوها الوزارة للاشغال العمومية ما نتكلموش على انها للتهيئة العمرانية ما عليش مثال لما نقرأ هذه الرهانات الجميلة جدا قلت لك لما المواطن يقول لك مثلا اي مواطن يشوفين انبسطولوا التهيئة العمرانية مثلا نبدأ انه من تهيئة المدينة تهيئة الاقليم قبل ما نوصلوا للبيئة وخلق فرو لما يشوف المواطن مثلا انه داروا قانون انه لازم البناء تتكمل لا سيد بن صديق ما تبقاش اجور هاي ذاك احمر صح وممشاش هذك القانون لما نشوفوا انه كثير من مخططات التهيئة في البلدية وفي القوانين لكن ممشاش البلديات كثير من البلديات ابني ويندحب فوسي في ساء ما عنده حتى معنا في الجانب البنائي شفنا انه النقل في بعض الاماكن صاري فيه فوضى ما يحترموش قوانين المرور وما يحترموش محطات النقل البيس كيلي يدخل كيلي ما يدخلش البعض يرى انه هذه هي الاهداف اللي ممكن نبدأوا بها السيد بن صديق اذا توافقني واذا متوافقني الشراء يقول لي لكن البعض يرى انه نبدأ من القاعدة نحقق الاهداف الصغيرة ثم نبدأ نطلع درجة 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 نمشي الاهداف التالي انتو مبديتوا باهداف كبيرة جدا لا بدينا اسمح لي بدينا باهداف على مستوى الرهانات منتع البلد هذه اللي بدينا بش تكون كينة نظرة ما تكون ما تنجي بش تكون كينة نظرة محلية بدون نظرة شاملة هذا الشيء لازم يكون لان بش البلاد عندها امكانيات البلاد كبيرة البلاد عندها رهانات كبيرة ولكن لازم تزيد المحلة احنا كنت تطرح لي هاد سؤال هذا مشي يعني سي با اونيك مالا مناجمون التاريطور كي يرس رسپنساب دو ستشواتي يعني هنا مثلا نجي من نقول لك باللقيع البلاديات عندهم مخطط تهيئة تهيئة انتحب يا هل ترى هداك المخطط مطبق ولا غير مطبق يعني من ناحية من ناحية التطبيق هنا ما نجيوش نردوا اللوم على وزارة تهيئة الإقليم وسياحة وصناعة تقليدية لا في عفاعلين أخرين يعني يدخل لهذا لهذا احنا دائما نسر باش تكون تنمية شاملة متكاملة لازم على القطاعات ينزجموا في رؤية في رؤية مشتركة ما تتكون كل القطاعات كل القطاعات وزارة كلهم رايح حالون كل القطاعات الاقتصادية كل اقتصاد طيب الوزارة في هذا الندوة جايبين مخطط التحهم جايبين رؤيتهم ولا عندكم رؤية واحدة اللي رح تسيوا تقنعوا بها ولا عندكم ترجعوها أولا الشيء المهم في هذا المعتبر هي أن هنا فيه نيفالوياسيو أنت المخطط 2010 2015 ونشوفوا مهما الأشياء التي تجسدت ومهما الأشياء اللي باقية لازم تتنفت وعلى حساب القطاعات ولكن أعطينا أهمية قصوى الخمس قطاعات رتفهم عليك أعطينا الأهمية القصوى للزراعة الصناعة الفلاحة السياسة الصناعة والخدمات بصراحة عدنا اليوم القدرة باش نعطوا دفع الخمس قطاعات كاملة وأي قطاعات فلاحة والسياحة احنا متأخرين كثير في الفلاحة متأخرين كثير في السياحة وفي الصناعة وما بالك الخدمات أقصد عدنا القدرة أن نطلق خمس قطاعات كاملة بصراحة بعيدا عن الأفكار النظرية بعيدا أنه تضخيم الآن وتضخيم الذات أنه كل واحد يحب يكون عنده أفكار قوية ربما الفكرة دائما نربطوها بالتدسيل نطلقوا فكرة لنقدروا لها سيد بنصديق أمام هذا الندوة ممكن تخرجونا بقتل أنتم تخرجوا بتوصيات ولا استشارات أنه تبطي تعطي دفع الخمس قطاعات كاملة مثلا خمس قطاعات ممكن تنطلق عدنا القدرة باش ندفعه خمس قطاعات لأن لاش أنا نجي من الرد سؤال ما عدناش ما عدناش بديل ما عدناش بديل لا أقصد إلا نقدروا هذا شيء آدي الريهان أساسي الريهان أنه نطلق كل القطاعات أقصد نقص تطيع أقصد نربطو الفكرة بالتدسيل سيد بنصديق بصراحة نقدروا مثلا الصناعة والفلاح هتطلب لها كنية كبيرة على شماركزتوش مثلا صناعة فلاحة سياح لما تنطلق هذه القطاعات أكيد رح تنطلق مع الخدمات ولكن في القرن 21 في العولمة ما تكونش كانت تنمية بدون اقتصاد المعرفة لا معليش أردوغان مثلا في تركيا سيد بنصديق بدأ بالنسيج إسطنبول ويطور فيها النسيج النسيج يجيب لك تجار والتجار يجيبوا لك خدمات الخدمات معتها علش من ديروش كتاعة واحد في الجزائر كل دولة وعندها التاريخ الاقتصادي عندها المراحل الاقتصادية وعندها الخصوصيات الخصوصيات تاع جزائر المدولة الجزائرية يعني عمدت على هذة الخمس قطاعات لأنه عندنا فيهم عدنا الإمكانيات عدنا الإمكانيات البشرية ونجم وننشحوا فيهم شي جميل ونجم لا شي جميل عندك صح ومفروض علينا باش نخجم الاقتصاد الريعي مفروض علينا باش هذة القطاعات يكونوا قاطرة التنمية معنا هاليوم يا ننجحوا يا ننجحوا سيد بنصديق يا ننجحوا ما لدينا آخر أنا تسمح لي وكلامك هو الكبير أنا جو بارتو جور أذي كان نسبري غانيوم لكثان نمشي بالعقلية انتع الإنسان اللي ينجح ودولة لازم تنمشي بالعقلية اللي باش تنجح صح كين المشاكل ولكن النجاح هو يكون الهدف الأسمى دائما لأن ما لدينا ما لدينا بديل ولا ولا نوليو المرحلة انتع البكاء كما يقولوا البكاء على الأطلاء سيد بنصديق شكرا جزيلا لك للأسف الوقت انتهى شكرا جزيلا سيد بنصديق مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم الشكر موصول لكل متابعينا قناعة مننا اليوم أفضل من الأمس والغة أفضل إن شاء الله في الجزائر ودائما دعو ربي علي رأي بلدنا محمد عثمان يحييكم السلام عليكم